اسم الدرس المحافظة على سلامة الجسم المحور الثاني جسم الإنسان أتعرف خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وميزه بالعقل والفهم وأعطاه جسداً مخلوقاً في أحسن وأفضل هيئة وأحسن تقويم وجعل الجسد وديعة لدى كل شخص والحفاظ عليه من الأمور الواجبة من الإنسان تجاه نفسه ليكون قادراً على أداء دوره الطبيعي في الحياة من عبادة الله سبحانه وتعالى وإعمار للأرض أي أذن يلحقه الإنسان في جسده عن قصد كأن يقدم على الانتحار مثلاً أو يؤذي جسده بإهماله وعدم الحفاظ عليه وعلاجه من الأمراض يكسب الإنسان إثماً كبيراً ويحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا الإهمال والتقصير لذلك يجب الحفاظ على سلامة الجسم وصحته خصوصاً أن العقل السليم في الجسم السليم للحفاظ على سلامة الجسم يجب اتباع عدد من النصائح ومن أهمها ما يلي أولاً تعلم الطريقة الصحيحة لقطع الشارع ومعرفة ما تشير إليه العلامات والدلائل المرورية لتجنب حوادث الطرق ثانياً عدم إهمال أي عرض مرضي يظهر على الجسم مهما كان بسيطاً ومراجعة الطبيب المختص فوراً مع ضرورة إتمام التلقيح الضرورية ثالثاً الحذر عند استعمال الأجسام الحادة مثل السكين والمقص لأن حوادثها عادة ما تكون مضرة جداً بجسم الإنسان رابعاً تجنب إدخال الأجسام الصلبة في الأذن وتنظيفها بمنديل ورقي خامساً تناول الأطعمة المفيدة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر المعدنية وخصوصاً الخذروات والفواكه لتقوية وتنمية مناعة الجسم وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والزيوت المهدرجة سادساً النوم لساعات كافية ويجب أن لا تقل مدة النوم عن ثماني ساعات وأن تكون ساعات النوم في الليل سابعاً التثبت من صلاحية جميع أنواع الأطعمة والمواد الغذائية قبل تناولها والتأكد من سلامة تخزينها خصوصاً اللحوم والمعلبات والخبز والطعام المطبوخ ثامناً تجنب الأطعمة التي تباع من قبل الباعة المتجولين والأطعمة غير مضمونة المصدر تاسعاً تجنب استعمال الأدوية عبثان وعدم جعلها في متناول الصغار عاشراً تجنب التدخين واستهلاك التبغ بكافة أشكاله سواء كان على شكل سجائر أو غيرها لما فيه من مضار عديدة تسبب أمراضاً قاتلة إحدى عشر الإكثار من شرب الماء بحيث لا تقل كمية الماء عن لترين يومياً إثنى عشر استخدام واق الشمس لتجنب الأمراض الجلدية التي تسببها أشعة الشمس اجتناب السباحة داخل مسافات بعيدة عن الشاطئ لتجنب الغرق أربعة عشر التعود على ممارسة الرياضة لأن العقل السليم في الجسم السليم خمسة عشر عدم ممارسة الألعاب الخطرة وعلى جوانب الطريق ستة عشر عدم مشاهدة التلفاز من مسافة قريبة للحفاظ على صحة العيني سبعة عشر الجلوس بشكل مستقيم للحفاظ على صحة العمود الفقري سمانية عشر تجنب الأطعم الجاهزة التي تحتوي على سعرات حرارية فارغة والتقليل قدر الإمكان من المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على محليات صناعية أتدرب أولاً ألاحظ ثم أكمل بي الحروق الكسور الجروح مشهد واحد الطفل يتعرض إلى مشهد اثنان الطفل يتعرض إلى مشهد ثلاثة الطفل يتعرض إلى الإجابة مشهد واحد الطفل يتعرض إلى الكسور مشهد اثنان الطفل يتعرض إلى الحروق مشهد ثلاثة الطفل يتعرض إلى الجروح أشتب الصورة التي تمتعها وتمثل عملاً يجب تركه الإجابة من الأعمال التي يجب تركها هي عدم الإفراط في تناول المثلجات لما في ذلك ضرر على صحاتنا وأسناننا عدم قطع الطريق عندما تكون الإشارة حمراء ترجمة نانسي قنقر